موسيقى حياكم الله من جديد مشاهدينا ومع آخر فقرة من فقراتنا حيث تحظى الزراعة بشكل عام وشجرة النخيل على وجه الخصوص باحتمام بالغ من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعا مما ساهم في انتشار المساحات الخضراء التي تغطي أرض الإمارة كما ازدادت أعداد أشجار النخيل وتنوعت أصنافها ويعد مهرجان الضيد للرطب الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة للعام الثالث على التوالي خير دليل على حرص إمارة الشارقة على المحافظة على التنوع الزراعي والبيئي في الدولة واليوم يسعدنا استضافة الفائز بالمركز الأول في مسابقة مزاينة الرطب في الديد فئة الإخلاص العام الأستاذ مطار علي مفتاح الشامسي حياك الله ومساك الله بالخير مرحبا أختي ماشاء الله فايزين بالمركز الأول وشاركتوا في مهرجان الديد للرطب خبرنا عن طبيعة مشاركتكم والله أولا أريد أن أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة نعم والعهد الأمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على نهيان وصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الله يحب والله هذا الإنجاز الحمد لله يعني شاركنا نحن في المركز في السنة الماضية نعم وحصلنا على المركز الأول في الخلاص وشاركنا هذه السنة والحمد لله بعدنا أخذنا الأول ماشاء الله الحمد لله يعني مشاركتكم كانت يعني يمكن كان فيه تحدي كبير خبرنا يعني كيف كانت مراحل الجائزة يمكن وكيف قدرتوا تحصلون على المركز الأول والله الحمد لله نحن عانينا ومثل ما يقولت الحصاد هذا في مرة الحمد لله نعم شاركتوا بنوع معين الذي هو الإخلاص يمكن نعم شاركنا بس في فئة الإخلاص الحمد لله أخذنا المركز الأول نعم نزين هل هناك شروط يمكن لازم تتوفر للي يحب يشارك في مثل هذه الجائزة ولا كل حد يقدر يشارك والله هو فيه شروط اللي هي لازم يكون عندك يعني من مزرعتك الخاصة نعم ويكون يعني رطب مش تمر يعني مستوى معين من المركز مستوى معين نعم أنهم لا يستوفون الشروط يعني مثلا يكون الوزن ناقص في وزن معين يحطون طبعا اللجنة يحطون مثلا وزن وتيبلهم لازم نفس الوزن إذا كان الوزن أقل يعني ما يسمحون يعني هم يخرفونه وييبونه ولا كيف يبونه في الحج هو ينخرف وتأخذ منه الجودة وتوزنه لازم يكون عليك مثلا وزن معين وتسلمه لهم نعم نعم يعني مثل هذه الجائزة يمكن تشجع المزارعين يمكن أصحاب النخيل على يمكن الإبداع أكثر والإنتاج بجودة عالية أكثر فشو تمثل لكم هذه الجائزة خصوصا أنكم ما شاء الله يعني على السن الثاني شاركتوا فيها الحمد لله هذا إنجاز عظيم يعني تسجل لنا طبعا وهذا يعني يعطي دافع نعم أن نطور في المزارع أكثر ونطور في الإنتاج ونأخذ يعني إن شاء الله نحصل على الجودة العالية قد ما نقدر يعني أنزين يعني الحين أنتم ما شاء الله عليكم العام طلعتوا ما شاء الله بعد المركز الأول الحمد لله والسنة ما شاء الله بعد المركز الأول شو الشيء اللي ضفتوه هذه السنة علشان يعني تقدروا تضمنون أنكم تأخذون المركز الأول والله نحن نعدل يعني مثل ما تعدل الناس كلها نعم والحمد لله هذه توافق من الله طبعا الحمد لله نعم أنزين الرطب أنواع في منها يمكن الأنواع القديمة من استوى البلاد وهي موجودة ويمكن أنواع عديدة دخلة السوق خبرنا إذا يعني شو الأدنى أنواع الجديمة الأصيلة خلينا نقول اللي هي أصلا من البلاد والأنواع الدخيلة اللي دخلت علينا نعم هي في أصناف طبعا هي موجودة من زمان عندنا من الماضي اللي هي الإخلاص والفرض والبومعان ولكن دخلت عندنا أصناف جديدة مثل السكري والدباس والشيشي نعم نعم وماذا هذه الأصناف يعني؟ يعني هل تختلف من ناحية الجودة؟ يعني هل الأفضل برايك يعني اللي أصلا كانت موجودة من أدنى في البلاد أو الليت أو كلهم يتساوون وكيف ممكن نميزها عنها؟ والله كلهم يتساوون يعني ما في فرق بين الصنف والصنف بالحلاة يعني؟ يعني نسبة السكر فيه؟ يعني هو الجودة الأكثر يعني تقدرين تقولين الخلاص عندنا هو الجودة أكثر نعم ولكن التمر كلها تتشابه برايك يعني ما زال أن الناس بعدهم مهتمين في أمور الرطاب وزراعة النخل أو أن نتحس أن نقل الاهتمام فيها لتجاه المجال؟ لا الحمد لله بالعكس زاد أكثر بالعكس الدعم اللي هي من الشيوخ وما قصره والمهرجانات فيه مهرجان في الديد وفيه مهرجانات في عجمان وليوة ما شاء الله وحفز والله الناس إنها تشارك فيه يعني مثل هال المهرجانات اللي تستوي والجوائز اللي تقدم يمكن إذا أنت شاركت السنة يمكن يارك يتشجع السنة اللي يشارك نعم أكيد واليارة بعد يزيد الاهتمام يمكن علشان ينافسون بجودة المنتج صحيح؟ صحيح ما في شك نزين لو نتكلم يعني مثلا حين الأنواع هذه المتنوعة شو الطلب اللي يكون عليه أكثر من ناحية هال البلاد يعني خلنا نقول والسياح يمكن لهم ذوق ثاني يمكن في الرطب صحيح مثل ما قلت لتشختي والله نحن الجودة الأعلى نحن في التمور نشوفها لأخلاص نعم وفيه ناس يفضلون الشيشي والبومعان والدباس فيه لنواع متوفرة بكثير بس نحن نشوف لأخلاص هي الجودة رقم واحد عندنا هنا في البلاد هي هذه يعني اللي نشوفها نعم الآن يوم يدخل فصل الصيف يبدأ موسم الرطب يعني فكل مرحلة من فصل الصيف يمكن فيه نوع فأول ما يطيح الرطب يسمون يمكن التباشير هي عاد يتباشرون فيه الناس مثل أول ما خبرنا عن هذه المراحل هي أول مراحل يبدأ طويل اللي بعمرت شاني تبدأ تنبت النخلة وقت تطلع تنبتها هذا قبل هذا قبل من البداية كيف تتمل يعني المقيض يوم تقيض النخلة تبشر بالبداية اللي هي النغال وبعدها الخنازي وبعدها الجشوش يعني أول ما يستوي النغال النغال بعد الجشوش والخنازي لين يوصل لنهاية الموسم للهلالي الهلالي هو آخر شيء هاي يعني آخر شيء واللولو نسمعنا اللولو نسمعنا يمكن يأخذ وصفه اسمه من شكله صحيح إن شكله يعني هو شكله شوي دائري هاي يمكن في بعض الناس يمشوفون الرطب في من الأحمر وفي من الأصفر وفي من هذا ما يميزون فشو يميز يعني كل نوع عن الثاني يمكن حتى في الحجم في أحجام كبيرة في أحجام صغيرة والله التمور تختلف فيه طبعا يعني الخنازي ييت أحمر والفرض في من الأحمر والفرض أنواع بعد في فرض العين وفرض اليواء يفرقن يعني ما هو الفرق بينه؟ والله هو فرق فرض العين ييت على بياض شوي وفرض اليواء ييت على حمار شوي يعني في فروق نعم في فروق في التمور ممكن متخصصين بس يفهمون فيها الأمور أكيد طبعا أشياء دقيقة يمكن هناك أشياء دقيقة يجب أن يتخصص فيها الشخص ويعرفها نحن لو نتكلم نحن دخلنا في موضوع الرطاب وصلنا الخراف ولكن دخلنا نرد قبل من البداية كيف يتم زراعة النخل يمكن أن نخلها غير عن باقي الشيار يمكن أن لا تنزرع من بذرة صحيح خبرنا كيف يتم زراعة النخلة ونأخذها خطوة خطوة من البداية هي بدايتها من بداية الفسل يبدأ من شهر ثماني إلى شهر حدعش تقريبا نعم هذا يسمونها بداية الموسم التي تفسل فيه النخلة التي هي الفسيلة الفسيلة تظهر نعم وتفسلها من شهر ثماني إلى شهر حدعش تقريبا هل لازم تكمل من الدمعينة قبل لا يشلونا أو لازم هي من تكون على قبل لا تقصها من أمها أول ما من تكمل وتنتج النخلة هي تنتج الفسيلة هذه تنتج وهي فما بعدها هي بعدها هني تبدأ تفسلها بروحها هي اللي هو تنقلها مكان ثاني تنقلها نعم مكان بروحها تنتج بروحها هل في أنواع معينة مثلا تظهر أكثر من فسيلة في نفس الوقت هل يعتمد على نوع النخلة نوع الأنتاج أم على كثر ما يعني نسقيها أم ما السبب وكل معانية النخلة أكثر كل ما أعطتك أكثر صحيح تعانيها النخلة وداريها وتعطيك هناك طرق متعددة في الحفاظة على النخلة منهم اللي يلفونها نحن يمكن نشوفها في الشوارع مثلا وفي البيوت ولكن لا نعرف ما الأسباب إنه مثلا شيء ملحف وشيء حتى العذج روحها تضيع عليه شيء مثل الشبك أو ها وهنا في السمرات يلحفونها فشو هذه الأمور التي نشوفها في طرق معينة للتعامل النخلة لازم أنك تحافظ عليها عشان تحصل منها نتاج جيد وتحصل الجودة الجيدة ومن بداية الموسم لازم أنك تبحث على النبات الجيد وتنبتها في الموسم النبات وبعدها تحافظ عليها بالسماد والأدوية والعلاجات عنيها الأسوس والأمراض نعم تعطيك كل ما داريتها أكثر كل ما أعطاك كل جودة التي تتباهها صحيح يمكن أن يتم التعامل معها كأنه شيء ثمين أكيد هذا موروثنا فلازم يعني صحيح في المزرعة الوحدة هل يتم زراعة النوع معين على كبر المزرعة يعتمدون خلاص أنهم متخصصين في هذا النوع مثلا أو أنه يتنوع لا تتقسم يعني ممكن أن يتم فيها زراعة أكثر من النوع والله تقدر يعني تقدر تزرع أكثر من النوع ليس لازم أنك تخصص في المزرعة نوع واحد نعم فيعني تقدر تزرع أكثر من نوع ما في نوع يأثر على نوع مثلا لا ما يأثر نوع على نوع هي لنخلة وحدة النخلة وحدة بغض النظر عن الإنتاج نعم نخلة وحدة كيف تخبرنا عن طرق العناية سواء في التربة نفسها ولا مثل ما ذكرت في السماد ولا حتى كيف التعامل وشو الأفات أصلا اللي تطرأ على النخلة والله اللي يأثر على النخلة يعني الآفات مثل السوس والعناكب هذا لا بد أنك تعالجها بالبرش والأدوية والمبيدات والماء إذا كان الماء ملوحته زايد تأثر بعد بعد لأن الأنخلة يمكن هي من أنواع الأشجار المعمرة التي تعيش يعني حتى برغم قلة الماء صحيح فشو السبب أنه الآن لازم نتحكم في ملوحة الماء ولازم يكون يعني عذوبة معينة هل علاقة بالإنتاج بعد ولا كيف والله إذا ارتفعت الملوحة يعني تضر النخلة يعني ما تعطيك الإنتاج اللي أنت تباع عشان تشارك فيه في المهرجانات أو أنك تحصل مش لازم أنك تشارك أو أنك تحصل على جودة فالحمد لله هناك طرق ثاني للتخلص من هالشي في مكاين التحلية نعم تحط لك مكاين في المزرعة تحلية تحلي الماء المالح يعني في جهود كبيرة يبدلتها صاحب المزرعة علشان إداري المحاصيل صحيح قبرنا عن هذه التحضيرات والترتيبات التي تتم في المزارع علشان الإنتاج يزيد مثل ما ذكرت مكاين التحلية نعم علشان تضمنون أن الماء تقل يمكن من الوحدة صحيح وهو أهم شيء السقي في وقته ومثل ما قتلت الملوحة في الماء والسماد بعد لازم تسمد النخلة في وقتها في الموسم متى مواسم السماد ومواسم التنبيت ومواسم موسم التنبيت من شهر اثنين إلى ثلاثة طبعا والسماد لازم تداريها من بداية الموسم عشان تحصل للحصات سنويا يعني من بداية السنة نعم سنويا من بداية السنة أنت تعاني النخلة لتحصل على المحصول الجيد إن زين لو كانت انخلة وانتاجها ممتاز تعتبر من النوعية الممتازة ويمكن أصيبت بآفة أو شيء خلاص تتخلصون منها أم لا تحافظون عليها كيف يتم التعامل رياها؟ هو طبعا إنه إذا إصاب النخلة من الآفات والأمراض يتم علاجها بالمبيدات مثل ما قلت والأدوية إذا لم تتعافظ من هذه الآفات يكون يعني أنك تتخلص منها ويكون هناك بديل منها بديل من نفس النوع أو نفس الصنف يمكن إذا كانت فيها آفة هل ممكن أن تتعدي النخل الثاني؟ نعم إذا ما حافظت عليها وهذا تعدي ممكن المشاهدين يقول كيف ممكن ينتقل المرض يمكن في هذه النخلة النخلة الثانية أو هي هي حشرة ومرض أو كيف يعني؟ حشرات وعناكب ينتقل من نخلة لكن يجب أن تحافظ عليها أول بأول تنظفها وتعاملها هناك طرق معينة للاهتمام في النخلة التي هي مثلا الخلاب يمكن أو شيء يشلون منها الأمور الميتة لتخفف صحيح لا بد أنك تنظف النخلة وتعاملها بمعاملة جيدة لتعطيك مثل ما أنت تبغي أنزين لو نتكلم عن بعض التحديات التي تواجهونها في زراعة النخيل النخيل هناك تحديات كبيرة مثلا مثل التي قلت قبل من ملوحة الماء ومن الحشرات أوقات حتى الجو يؤثر عليك صحيح نعم لازم أنك تحافظ عليها وداريها النخلة كأنها شيء ثمين عندك صحيح يمكن النخل أو الرطب يحتاج لشدة الحر علشان يستوي يقولون هذا الحر بس علشان يجعل الرطب يستوي هو الرطوبة يعني اللي يعطيك أكثر عن الحرارة الرطوبة الرطوبة تعطيك أكثر من الحرارة يعني الجو يمكن لعلاقة بعد في الإنتاج نعم الجو عندك وعوامل الجو الهواء وكل شيء يؤثر صحيح يمكن أيضا أكثر وأغلب المزارع تكون في وسط البر يعني ما نشوف أن هناك مزارع مثلا تكون على الساحل أو في المدينة إلا ما ندري يمكن بس الأغلبية هناك فيمكن تواجهون صعوبة في توصيل مثلا الماء أو أن السير والرد روحها يعني متعبة فكيف كيف ممكن أن تتغلبون على مثل هذه التحديات خصوصا أن تشاركون في المزارع يعني ليس بس مزارعة وهتمين فيها صحيح يعني لابد أن الواحد يهتم حتى لو أن كان بعيدا إذا أنت توصل للشيء اللي تبغاه صحيح يعني الحمد الله أهم شيء يعني المزارع يعني عندنا مزارع نموذجية الحمد الله كيف هذه المزارع النموذجية المزارع النموذجية لازم تمشي على نظام معين تتبع يعني نحن حابين نعرف هذا النظام مثلا نظام السقي نعم نظام ترتيب المزرعة والنظافة نعم وفي ناس بعد يبنون بيوت فيها ويرتبونها على ترتيب جيد صحيح نعم يمكن مثل ما ذكرت النظام بما أن الماء خاصة في الصحراء في البر الماء قليل فتتطور طرق الري وطرق الزراعة فشو الأنسب للنخلع هل هي الريب الغمر يعني يصبون عليها الماء يعني بالشكل الاعتيادي ولا التنقيط ولا فيه نوع معين يعني مثلا فيه شيء ينفعل للشيار الثاني صحيح لا نخلع نفضل أن السقي العادي يفضل عن التنقيط طبعا هل هناك أوقات معينة للسقي في كل وقت الذي هو المغرب أو في النهار أو نفضل في النهار نعم يكون النهار أو المغرب يعني تقريبا ما يؤثر بشيء ما يؤثر نعم ما يؤثر ما دام الماء متوفر ما دام الماء متوفر يعني الشباب اللي في عمركم يمكن يعني يعني كيف تشوف أقبالهم على مثل هذه الأمور وكيف اهتمامهم خصوصا يمكن التحديات كبيرة في المجتمع إنه يختلطون يسيرون المدن يعني ويختلطون في المجمعات والمراكز التجارية يمكن تلهيهم عن هذه الأشياء فكيف تشوف أقبال الشباب والله الحمد لله الشباب بعد دعم الشوخ اللي طول عمارهم يودون ينافسون فهذا بعد موروث يعني من التراث عندنا فلازم أننا يعني نحافظ عليه يعني هم مدركين أن هذه الشغلة يمكن تحتاج أنهم يأخذونها بأصولها يمكن من أباهم وأجدادهم صحيح أكيد نعم الوالد عندنا يشجعن على هذا الشيء ومثل يعني ما قال والدنا شيخ زايد رحمة الله عليه لماله ماضي لماله حاضر صحيح وهذا لازم أن نثقف أنفسنا في المجال هذا هذا التراث لازم أن نثقف أنفسنا في النخل وعلى طريقة كيف نرتب النخل ونعدلهم صحيح هذا من التراث طبعا صحيح يمكن أن الأنخلة أكثر من مجرد يمكن ثمر فيها اللي هو الرطاب يعني مثل ما نعرف أن الأنخلة يعني ما فيها شيء ممكن أن ينعق مثل ما يقولون الأوليين صحيح أن كل اللي فيها ممكن أن يستخدمون يعني من أقل شيء فيها لين الثمر صحيح هذه الشجرة المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم وهي رمز من رموز أيضا موروثنا الإمارات الشعبي صحيح كل الشكر لك أستاذ مفتاح الشامسي على هذه المعلومات القيمة يعطيك العافية شكرا لكم أنتم بعد قناة الشارجة التي تدعمونا وتشجعونا بعد على هذا الشيء جزاكم الله خير وما قصرت ويزاكم الله خير شكرا جزيلا إذا مشاهدين الكرام هكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة